السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين الكرام رحبا بكم في قناة المطبخ الصحي التقليدي قناة اللي كنت تهتم بالتغذية الصحية والحيميات اتمنى يكون كي ينال اعجبكم المحتوى دي لها القناة اليوم ان شاء الله هنضيرو واحد مخمر ولا مخامر بالخبيرة البلدية وبالسرع القمح الكامل بالنخالة ديالو الغليطة والرقيقة يعني كيف كتتطحن كتجي يلا كتدوزوها بصية ربما تكون شي خيط ولا شي حاجة شي شوائب هو اللي بكنشوف فيه وفتريدي كنخلص رجع للوحاف في القصعة يعني ما كان حيض منه فتشي حاجة يعني كندر ديك بوصية غير بما تكون احشي خيط لما متحانك ينكون فيه وصراع ديالنا ديالو الغليطة مخسول ومنقي وعادي كندي نطحن وما كانشتريش الطحن ديالو الثقيق الكامل اللي كيتبع اعفوا انتم كتشوفو هدا هو الطحن ديالنا بالنخالة ديالو كيف كتشوفوها وباين وفاشد ديالو الطحن وخلو له اذا عقوم زيان باش ممكن تفقاش ديالو الغليطة ايضا في الزهف هنا عندي الخميرة البلدية كنت صوت منها شي حاجة وخليصها شوية بقى صوت منها الحريرة هنا هدا درت لهم شوية الملحة نموال فما كان درش ملحة ولكن هنا درت لهم الملحة هذه الخميرة ديالي باديك الشي اللي بقى فهاد الانية ولي غنزيد عليها الطحين والما وصع فيه وغادينا نربيها ان شاء الله عوصلنا اللي نضيف المدع فيه شوية بشوية وكان بقى نجمع الخوف زيالي ما كان ديش لما كثير في اللوول باش تدلك النا هدا المخامر را درسهم ديك المرة وكان مشالي واحد لمقطع الفيديو بالسف ديالسيدات اللي خلو اللي وريني الطريقة ديالت غراس وكيفاش فاش قرصيهم لان هدا المخامر را كي خمرو على جوج مرات هنا كان دلك مزيان يا دبي الله كان جمع الطحين كان حاول ما نطيبش المثل نجمع مشوف واش باش ما جراليش في اللوول هاتو موكي كفا تشوفو نشيس نجيب غر الماء كان زياد غير با نفقى للطحان في القصة الطحان دي هزرى اخصو دليك بسهب ما كان ديرش العجانة ولي عندو العجانة وبغايدلك فيها اذا يدير في العجانة ويقولي عودها شوية بيضو يدير ذيك الرشيش هدل ما يزيد هم هو بيضو في غير رشب تالي وتاهد تلك ره رياضة رال العضلة ديال يدين وديال حتى للصدر ويتادير كلها هكا تتحرك في هدلك هدل يدين هاتو موارا ما زال خصوش فيها تلما شوفو ريالنار ولات رطبة ولكن ما زال غادي يزيدوه موارا ما زال غادي يزيد ندلك فيه ونزيد رشيش هدل لما تكي بدكي ترتق باش ديكو الحوبيبات ديال الصراع كتفكك وكتفاعل بيناتها بعضياتهم خطوش حول كوازي من الخصوش حول تعتقل تحديد موارا ما زال غادي لذلك لن يعنتي من مصر مختلفة هذه الموارات من الخصوش ونزيد نزيد من خطوش موارا ما زال غادي لدي هنا النافع وحبت حلاوة لدي زريع الكتسان لدي الحب السوداء وعندي الكروية زي يكون دائرة مع النافع مخلطة وحب الرشاد اللي كنحبوه ماشي ضروري اللي عندو زنجلان ما كان ما عنديش زنجلان أي حاجة يكونوا جوج ولا ثلاثة ماشي ضروري الحبوب هادو هاد الخبز من الأغذية الدكية كيف كيقول دكتور الفايد يعني مني كان زيد الخبز را كان عارفو كل شي كي يعجل الخبز عادي ولكن مني كان ضيفو له هاد الحبوب الغذائية فكترجع شي حاجة اللي قوية واللي كيف كيقوله هو أغذية دكية واللي كيبغي الحلبة يعني كيوصي عليها كيبغي الحلبة أنا ما نقدرش لأنه ما غيبغيوش يكلوه هالي ما هي رف الخبز كتطف كتطف الحلبة والقصبورية بس هنتو ما نشوف دك الفوقعات كيف كيتكمنه والطحين تسراع ثم ما باين يعني بالنخالة دياله دبعه هنا نخوي عليه شوية سيت رددستو الماء بزايت وتطلق رمزاكة السقلي ندهنوه بالسيت ونخطيه ما ندر لهش البلاستيك نخليه غره هكذا ونخطيه نخطيه 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 تخمر مزيان واللي تقوي منه ذيك الهواء ونفيد منه هات الكورات تركت السقلي في دي غنتو ما نشوف غنقرصهم غرب الطحين في التقراص ديالهم رقاقين خصوهم يكونوا هاتوا مشونا صوتوا واحدة محيت كان صور غربي بيدي وكان صوت بيد ما ساعدنيش باش هذا رقيقة قرزتها رقيقة لان الطبلي كتتهز عندي بساف فاش كنبقى ندليكولها هاته كتتهز طولا مديرش فوق البوتاجي انا قرزتهم رقاقين انا كنقول لكم رقاقين وعشرات دقايق فقط لان ديجال خبز عندي راق خامره شي خمسات سوايع عشرات دقايق بارك لان انا رمي عجنتها في الصباح الى اكتر اكتر من خمسات سوايع ارتي خمرات وجيت يلا خرج من هذه الريح ودب عشرات دقايق انا بديت كان خبزات ونشوفو كيفاش كتنفخ او خبز يعني طحين ديال الزراع بالخمير البلدية يعني كل شي ممكن والانسان مع الممارسة او خبز نهار الول ونهار الاثاني ضروري ستدق لوق وكيف تحطوها كيف تفقدش درسها بحل اللي يكلم خامر وناخرين كتتقلبوها باش كتتنفخ كذا سوف نضغر فيها باستخدام شوية تحمر مجنيبة ديالها هنا يا عبتاني اترت وحدة اخرى ديبغيت شوية تشد رسها اخسني نقلبها ما غايس لاحيه شوية ديوحدة ضروري اخسني حطي ليفون باش عاد نقلبها هاني قلبتها يعني انتم ما بقت خضرة ملتحت ديبر نقلبتها وغانسنا عليها تاك نحس بها بداتك تنفخها وتاك رجع نقلبها هاتوا موك تشوفو يعني ساهلين وغانقوا لكم الصحة والراحة وغير جربوهم شي حاجة اللي زوينا بزاف خفافين ومهويين ملداخل ونفس العجينة كان ديرو بيهم ديك مخمرات صغار بلا بغيتوا تعمرهم دبان وجدوهم ان شاء الله دبان صاوبوهم نوري لكم هاتوا ما نحلها حدا كون بلا مقص بالاوال وغير بيدي شوفو خاوية هذا هو المخمر دينا كيجي خفيف وزوين بزاف وديالزرع وشي حاجة اللي غا تستبدو منها مع هاد صيام ضروري خصنا نستبدو من الصيام دينا نخرجو بواحد النتجة اللي ان شاء الله تكون زوينا بالنسبة للصحة دينا وغانقوا لكم بصحتكم وبصحة والراحة وجربوهم رغي يعجبوكم طريقة يعني مبسطة وسهلة وبصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمتم في رعاياتي